أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الضرورة للتزام لكل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة إن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكلفات وستتم متابعة وتنفيذ هذه بصفة دورية وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهد في إيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار والعمل على تيسير إجراءات وحل المشكلات التي ستواجه المستثمرين وحول ملف توفير السلع بالأسواق شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توفر مختلف السلع في الأسواق لسيما الأساسية منها والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف